للولايات المتحدة قوات في العراق وأفغانستان يبلغ عددها في العراق نحو 5200 جندي تقول واشنطن أن قواتها لا تملك قواعد عسكرية دائمة هناك لكنها تتوزع داخل 12 قاعد عسكرية عراقية منتشرة في عموم البلد من أبرز هذه القواعد قاعدة عين الأسد وأربيل الجويتان إذ تعد قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار ثانية كبرى القواعد العسكرية وتحتوي على الكتلة الأكبر من القوات الأمريكية أما قاعدة أربيل المتاخمة للحدود مع إيران فتستخدم للتدريب والتصدي لأي هجوم خارجي أما في أفغانستان فللولايات المتحدة حاليا نحو 8600 جندي تعتزم واشنطن بحسب تقارير خفض هذا العدد إلى نحو 4000 ويقول ترامب إن القوات الأمريكية هناك تقوم بأعمال شرطية وليس الهدف أن تكون قوة شرطة